هذا القانون لم يحدد فترة زمنية محددة وإنما سيكون البحث عن قضايا الفساد في كل الأزمنة والموضوع يتعلق باسترداد أموال الاسترداد دائما مبني على فساد فلذلك عندما يبحث القانون عن استرداد مال معين يذهب إلى قضايا فيها فساد هي بالحقيقة وشرح هذا المال عن طريق هذا الفساد لذلك هو غير محدد بأزمنة محددة والقانون يتيح لهذه المؤسسات تتبع هذه الأموال ما إلى علاقة بالحقيقة هذه الحقوق لا تموت ولا تنتهي بمدة زمنية محددة لذلك من حق أجهات الرقابية أو القضائية ملاحقة هذه الأموال ولا تكترث إلى أي زمن قد نهبت هذه الأموال ولا أشخاص ولا الأشخاص حتى بعد الموت أنا قلت لك حتى بعد الموت أفراد وكيانات اعتبارية وشركات ومؤكسة لا أبدا هو اليشانة قلت هذا القانون جريء وحساس لأنه يتعامل مع جميع هذه التفاصيل بالحقيقة أولا تطرق إلى الشخصيات المسؤولة في هذا البلد من درجة مدير عام إلى الرئاسات الكل مشمول بهذا القانون القضية الأخرى تطرق أيضا إلى أصحاب النفوذ وصاحب النفوذ ما أعرف ما هو لذلك ستشمل قطاعات أصحاب نفوذ مختلفة مثل ما قلت لك ربما تكون سياسية ربما اقتصادية أي شخص اجتماعي مسات دينية ربما دينية أيضا طبعا ما العلاقة لذلك ما حدد يعني أو خطوط حمر عفوا والعقود بالحقيقة دائما مع العقود التي يشوبها فساد دائما تكون مع شركات غير رصينة إما أن تكون من شركات وهمية في دول رصينة أو تكون مع شركات في دول هي أساسا معروفة بالفساد بالحقيقة يعني إحنا مع الأسف ما نذهب إلى شركات معتبرة ومعروفة في تلك البلدان الغربية التي تعرف بنزاهتها